بيبدأ في المنة بمجموعة من الاطفال بيصطادوا في نهر على حدود دولتين وبيكون ده دكتور تيوج موجود مع مجموعة الجنود من حفظ السلام على حدود الدولتين والدكتور بيزعق للاطفال علشان دخلوا منطقة محظورة وبيطلب منهم ان هم ما يمشوا لكن الاطفال بيقعدوا يسخروا منه فواحد من الجنود اللي معاه بيروح للاطفال وبيهديهم وبيتعامل معهم بطريقة كويسة وبياخد منهم سمك وبيخلي الاطفال تمشي بعدها طيارة تباعة لجنود حفظ السلام بتوصل للمنطقة اللي فيها الجنود وبينزل منها جندي اسمه مارك بيركب العربية مع الجنود وبيمشو ومارك جاي ينضم للجنود اللي موجودة في المعسكر وبنعرف ان المعسكر ده مقسم لجزئين مارك بيروح للجزء الاول من المعسكر لكن قائد المعسكر بيطلب منه ويروح للجنود اللي في ظهر الجبل فالجندي بياخد مارك وبيمشو بالعربية وبينضم للجنود اللي موجودة خلف الجبل وبينزلوا المعدات والأستحل معاهم والجنود بيعودوا يتحكوا ويهزروا مع بعض وبيشيلوا المعدات وبينقلوها لقمة الجبل وواحد من الجنود بيعرف مارك على المناطق اللي موجودة حوالين الجبل ده وقال له ان دايماً بيكون في عصابات موجودة حوالينا وبيهجموا علينا في أي وقت بعدها مارك بيروح للدكتور تيوج وبيعود يتكلم معاه وبيعرف منه ان في امراض بتظهر عليهم بسبب ارتفاع درجة الحرارة وبيحاولوا يوصلوا الحل علشان ما يتعبوش من الحر بعد كده الجنود بيعودوا يجهزوا أكل علشان يأكلوا وبيكونوا مبسوطين جداً ان المنطقة حواليهم هادية وما فيهاش ضرب نار او رجالة عصابات تهجم عليهم بعدها كل جندي بيوقف في مكانه وبيأمنوا المعسكر بتاعهم والليل بييجي عليهم فبيشوفوا عربية بتتحرك تحت الجبل وفيها مجموعة مسلحين فواحد من الجنود بيروح يصحي الجنود اللي نايمة بسرعة علشان ينضموا لهم وبيفضلوا يرقبوا العربية اللي تحت الجبل وبيلاقوا الحراس شايلين فيها سندية فجندي الإرسال بيكلم المعسكر التاني لكن مفيش أي حد بيرد عليه فبيطلع مسدسه وبيضرب طلقة رصاص في الجو علشان يسمعوه وبيرجع يكلمهم في اللاسلكي فبيردوا عليه فبيقولهم ان فيه عربية موجودة قدام الجبل فبيسمعوا صوت ضرب نار والقزايف بتتضرب لكن بيكون مجموعة من العصابات بيدربوا نار على بعض فالجنود اللي فوق الجبل بيطلبوا من المعسكر الأساسي ان هو يبعط لهم دعم بسرعة علشان ممكن يحصل عليهم هجوم في أي وقت وبيفضلوا منتظرين ان العصابات يوقفوا ضرب نار ويمشوا من المنطقة بتاعتهم وبيجهزوا الأسلحة بتاعتهم علشان لو حصل عليهم أي هجوم وبيضربوا طلقة إضاءة في السماء علشان يعني يحددوا موقع لعصابات المسلحة والمعسكر التاني بيضرب عليهم ساروخ لكن محدش بيصيب العصابات فبيطلبوا منهم ان هم يضربوا ساروخ تاني عليهم لكن بيبلغوهم ان هم مش معهم سواريخ أو زخيرة كافية علشان يضربوا عليهم تاني لكن بعدها بشوية العصابات بتمشي من غير ما يهجموا على حد بعد كده تاني يوم الجنود بيكونوا واقفين في مكانهم ومارك بيقعد اتكلم مع جندي من المعسكر اسمه ستو وستو بيكون بقاله كتير قوي في المنطقة دي وبيقول لمارك ان اللي بيحصل بالليل ده طبيعي وبيحصل كل ليلة لكن هم قاعدين بيسمعوا صوت حد طلع الجبل فمارك بيشد اسلحه بسرعة لكن بيلاقي كلب هو اللي طلع الجبل فستو بيطلع اكل بيرميل الكلب بعدها بيشوفوا مجموعة من العصابات بيسلموا شحنة اسلحة وراء الجبل اللي قدامهم فالجنود بتفضل مرقباهم فالجنود بيبصوا على الطريق اللي موجود بين الجبلين وبيشوفوا اذا كان في حد موجود عليه ولا لا لكن بيلاقوا الطريق ده فاضي فبيتطمنوا وبيفضلوا يرقبوا رجالة العصابات وهما بيسلموا الاسلحة لكن بيحصوا بحركة غريبة في الطريق اللي قدامهم اللي موجود بين الجبلين فالجندي بيطلب منهم ان هم ينزلوا من فوق الجبل ويطمنوا ان مفيش حد فالجنود بيجهزوا وبياخدوا الاسلحة والادوات اللي هيستخدموها تحت الجبل بعد كده مارك وستو وجندي تالت معاهم بينزلوا من فوق الجبل وبينزلوا بحذر جدا علشان محدش يضرب عليهم نار والجنود اللي فوق الجبل بترقبهم علشان تأمنهم والتلات جنود بيوصلوا الاسفل الجبل ومش بيلقوا اي حد موجود تحت فمارك بيحاول يكلم الجنود اللي فوق الجبل وبيقولهم ان المنطقة امان ومفيش اي حد موجود تحت وستو بينزل يمشي في الطريق اللي موجود بين الجبلين فبينفجر فيه لغم ومارك والجندي اللي معاهم بيستخبوا بسرعة لكن بيلقوا لغم انفجر في استو فبينزلوا بسرعة وبيروحولوا فبيلاقوا عايش لكن رجله تقطعت من الانفجار وكمان دراعه تصاب فمارك بيربط رجله وبيحاول يوقف نزيف الدم وستو بيكون متعصب جدا اول لما شاف رجله تقطعت لكن مارك بيحاول يهديه وبيشد الشنطة بتاعته وبيتصل بالجنود اللي فوق الجبل لكن مفيش اي اشارة في الجهاز اللي معاه فمارك بيطلب من الجندي اللي معاه يرجع بسرعة لفوق الجبل ويبلغهم باللي حصل وفي الوقت ده الجنود اللي فوق الجبل بيسمعوا صوت الانفجار بس مش عارفين الانفجار ده فين بالزبط فبيحاولوا يتواصلوا مع مارك لكن برضو مفيش اي ارسال في جهاز مارك فقائد المعسكر قرر ينزل لهم وطلب من الجنود اللي فوق الجبل لو شافوا اي حد قدامهم يقتلوه وقائد المعسكر بيطلب من جنوده يجهزوا بسرعة وبيروح للدكتور تيوج وبيطلب منه ان هو يجهز شنطة الاسعافات الاولية ويجي معاهم وبياخد مجموعة من الجنود والدكتور تيوج وبينزل من فوق الجبل لكن الجندي اللي مارك بعتوا ليهم بيقابلهم وبيقولهم ان في لغة منفجر في ستو ورجله تقطعت فبينزلوا بسرعة جدا من فوق الجبل لكن في الوقت ده مجموعة من الجنود من المعسكر التاني بيكونوا في طريقهم لمارك وستو علشان ينقذوهم وبنرجع لمارك وستو ومارك بيحاول يوقف النزيف في رجل ستو وبيدي ستو حقنة مخدرة وبيوصلوهم مجموعة من الجنود فبيحاولوا يقفوا النزيف اللي في رجله وبيربطوا رجله جامد علشان توقف نزيف الدم وفي الوقت ده جنود المعسكر التاني بيوصلوا للمعسكر اللي فوق الجبل وبيلاقوا الإشارة مقطوعة فوق الجبل فبيسلموا جند الإشارة جهاز لسلك تاني علشان يستخدموه وبيطلبوا بيه طيارة تنقذ ستو وواحد من الجنود بياخد جهاز تاني علشان ينزل بيه تحت للجنود اللي تحت الجبل بعدها الدكتور تيوج بيوصل لأسفل الجبل وبيروح لستو علشان يعالجوا وماركة قالوا إحنا قدرنا نوقف نزيف الدم لكن حالته مش كويسة فالتيوك بيبدأ يعالج جرح ستو والجنود اللي وقفة حواليهم بدأت تتحرك من مكانها وبيدوروا في الأرض على مكان ألغام تاني ولا لأ وبيبدأوا يحطوا علامات في الأرض على اللغم اللي بيلقوه بعدها الجنديين اللي معاه اللي سلكي لسه بينزلوا من فوق الجبل بعد كده واحد من الجنود بيحس إن في لغم قريب منهم فبيطلب منهم إن هما ما يتحركوش فكلهم سبتوا في مكانهم والجندي بيحفروا بالراحة جدا في الأرض لكن مش بيطلع لغم فالجنود بيتطمنوا جدا بعدها الجنديين بيوصلوا بجهاز الإشارة ليهم والجندي بيسلم الجهاز وبيتواصل مع الجنود اللي فوق الجبل والجندي بيطمنهم إن المكان ده آمن مفيش حد هجم عليهم خالص وإن لغم هو اللي انفجر في ستو فقاد المعسكر بيطلب منهم إن هما يتحركوا بستو فوق الجبل لكن الدكتور تيوج رفض وقال له إن هو ما ينفعش يحركوا ستو دلوقتي خالص وطلب منه إن هو يبعط لهم طيارة بعدها الجنود اللي فوق الجبل بيشوفوا مجموعة من العصابات قريبين من الجنود اللي تحت الجبل فبيكلموهم وبيطلبوا منهم ياخدوا حذرهم بعد كده الجنود بتدور على المكان اللي فيه ألغام علشان يبعدوا عنه والمكان اللي بيلقوا فيه لغم بيحطوا عليه علامة علشان ياخدوا بالهم منه بعدها بيلقوا حجر بيقع من فوق الجبل وبينزل جنب واحد من الجنود فبيفكروا إن فيه حد فوق الجبل بيحاول يوصل لهم وقائد الجنود بينزل يمشي في الطريق اللي فيه ألغام وبيحاول يوصل علشان يروح لستو وكلهم بيكونوا مرعوبين لا يدوسوا على أي لغم ينفجر فيهم لكن بيقدر إن هو يوصل لهم من غير ما ينفجر فيه أي لغم وقال لهم إن الطريق أمان فكل الجنود بدأت تتحرك من مكانها وبيشيلوا ستو علشان ينقلوا للمكان اللي الطيارة هتقف فيه وبيشيلوا وبيمشوا من الطريق اللي القائد الجنود ماشي فيه وبينقلوا لصخرة عالية وجند الإشارة بيتواصل مع الطيارة بيشوفها قرابط توصل لهم ولا لأ بعدها واحد من الجنود وهو ماشي بيكون مش واخد باله بيدوس على لغم فبينفجر فيه لكن الجندي الحمد لله مش بيموت وبيفضل عايش بس برضو رجله بتتقطع فالجنود بتحاول توصله لكن واحد من الجنود منعهم وقال لهم إن المكان ده مليان ألغام ومحدش يتحرك من مكانه لكن فيه تلك جنود بيوصلوله وبيحاولوا يعالجوه وبيربطوا رجله علشان يوقفوا النزيف اللي فيها وبيدوروا على الشنطة اللي كانت معاه اللي كان فيها العلاج بس لقوا الشنطة من الكتر اللي انفجار طارت بعيد عنه جدا فالجنود خافوا يروحوا يجيبوها لا يدوسوا على لغم فواحد من الجنود بيطلع حقنا بيدهالوا علشان يخضر جسمه وما يحسش بأي وجع وجند الإشارة بيتواصل مع الجنود اللي فوق الجبل وبيعرفهم اللي حصل وان فيه جندي كمان تصاب وبيطلب منهم يستعجلوا الطيارة ليهم قبل ما الجنود المصابة دي تموت فواحد من الجنود بيطلب من الدكتور تيوج انهم يشيلوا المصابين وبيمشوا على الأماكن اللي معلمين عليها لكن تيوج قالوا ان المكان كله ألغام ومش هيقدروا يخرجوا منه ولازم طيارة هي اللي تيجي تاخدهم بعدها بيشوفوا طيارة جاية نحيتهم فبيرموا قنبيل الدخان للطيارة علشان تعرف مكانهم فالطيار بيطلب منهم ان هما يتحركوا من مكانهم علشان يقدر يوصلهم لكن جند الإشارة قالوا ان المكان كله ملغم ومش هنقدر نتحرك خطوة من مكاننا فالطيار لف من الجانب التاني وحاول يهبط لهم علشان ياخدهم لكن هوى الطيارة جديد جدا والجنود معرفوش يشوفوا الطيارة والطيار برضو مقدرش يوصلهم بسبب ان المكان دايق والجند اللي في الطيارة بيشاور لهم يتحركوا بسرعة ناحيتهم لكن الجنود مرضوش وقالوا له دا المكان كله ملغم مش هنعرف نمشي فالطيار رفض هو كمان يقرب لهم وبيطير بالطيارة وبيمشي فهوى الطيارة وهي بتتحرك حرك سخور من على الأرض وجات على لغم فجرته في أربع جنود وكلهم اتصابوا بإصابات خطيرة وجندي منهم رجلت قطعت هو كمان والجنود بتلاقي جندي إصاباته خفيفة فبيشدوه وبيبعدوه عن الألغام وواحد من الجنود سدره بيكون اتضمر والجنود بتقعد تسرخ بسبب الإصابات اللي في جسمهم والجنود اللي وقفة مش مصدقين اللي بيحصل لهم فالدكتور تيوج بيطلب من الجنود اللي قريبين منهم يحاولوا يوصلوا لهم ويعالجوهم لكن هما مش معهم أي إصعافات أولية فواحد من الجنود المصابة بيلاقي شنطة جنبه فيها مخدر فبيصحف على الأرض بحذر خايف لا يدوس على لغم والجندي اللي بيصحف ده بيقدر إنه هو يوصل لصاحبه المصاب فتيوج بيشرح له يوقف زي النزيف وبيخلي جندي يزقق له حزام علشان يربطه ويوقف بيه نزيف الدم للجندي اللي سيدره متضمر علشان يعني يقدر يتنفس تاني لكن بيكون مش عارف يربط الحزام ويوقف النزيف بسبب إن الجندي بيتحرك من كتر الواجع اللي في جسمه فالدكتور تيوج بيكرر إنه هو اللي يروح لهم وبياخد الشنطة بتاعته فالجنود بتحاول تمنعه فتيوج قال لهم إن أنا لازم أساعد الجنود المصابة قبل ما تموت ده وجبي وبيزق الشنطة بتاعته الأول وبيتأكد إن المكان ما فيهوش لغم وبينط على الشنطة بعدها بيسحب الشنطة من تحته فبيزقها في المكان التاني فبيلاقي برضو مفيش أي حاجة انفجرت فبينط فوق الشنطة وبيفضل يعمل كده علشان يوصل للجنود المصابة وفعلا بيوصل لنص الطريق بس بيكون تعب جدا ومش قادر يكمل بس بيقوم ويرجع يرمي الشنطة بتاعته تاني وبينط عليها والجنود بيكون مرعوبة لحسن مرة ينط على لغم وينفجر فيه هو كمان ده هو أملهم الوحيد اللي باقي وفي نفس الوقت ده الجندي اللي رجليه مقطوعة بيفوق من الإغماء اللي هو فيه وبيبدأ يتحرك من كتر الوجع فالجنود خايفة يخبط في لغم كمان وينفجر فيه والجندي اللي جنبهم بيحاول يهديه ويمسكه بعدها واحد من الجنود بيزقله مية علشان يشرب الجنود المصابة لكن الجندي بيتحرك من مكانه وبيدوس على لغم هو كمان وفي الوقت ده الجنود اللي فوق الجبل متعصبين جدا وخايفين على الجنود اللي تحت الجبل وبنرجع للدكتور تيوج وبيوصل للجنود المصابة وبيلاقي آخر جندي ده على لغم رجله تقطعت هو كمان وجندي الإشارة اتصاب هو كمان فبيديله حزام علشان يربط رجله بسرعة ويوقف نزيف الدم وبيحاول هو يعالج الجنديين تانين المصابين وبيوقف لهم نزيف الدم وبيبص على الجندي اللي سدره متضمر بيلاقي ان الجندي ده سابته خطيرة وصعب ان هو يفضل عايش عشان الرقبة بتاعته اتضمرت بعدها الجنود التانين بيفضلوا واقفين مكانهم وبيكونوا تعبوا جدا من الحر والعطش وفقدوا الامل ان هما يرجعوا عايشين وبيشوفوا اتنين من اللي عايشين في الصحراء بيقربوا منهم ففكروا ان هما هيدربوهم بالنار لكن سابوا الجنود ومشيوا بعدها جند الإشارة بينده على واحد من الجنود وبيديله شفرة الإرسال علشان يتصل بالمعسكر ويقولهم ان هما يبعتوا لهم طيارة والدكتور تيوك بيحاول يخفف عن الجنود القلم وبيفضل يهزر معاهم وبنروح لمارك وبيدي لستو مية علشان يشرب والمية بيكون خلصت منهم ومارك بيقعد يتكلم مع ستو وستو بيقعد يحكي لمارك عن عيلته وانه هو نفسه يرجع سليم لعيلته علشان يشوفهم تاني وبيطلب من مارك لو هو مات يروح لزوجته يتطمن عليها ويتطمن على ابنه فواحد من الجنود بيكون متضايق جدا وبيزعق لستو وقال له انت هتفضل عايش وهترجع تعيش واستعلتك فالجنود كلهم بيعودوا يتحكوا على طريقة كلامه بعد كده دكتور تيوك بيحاول يعالج الجندي اللي صدره تضمر علشان يعيش بس للأسف بيكون مش قادر يوقف نزيف الدم فتيوك بيبدأ يتعصب وبيفضل يزعق وهو قاعد مكانه وبيكون متضايق على الجنود اللي مصابة بعدها الجنود بيفقدوا الامل ان الطيارة جلهم والجنود المصابة بدأت تتأثر من الحر ومش قادرين يتنفسه وتيوك بيحاول يلاقي طريقة يخرجوا بيها من المكان ده لكن مش قادرين يتحركوا من مكانهم والجنود بدأت ودع بعض وتيوك بيقطع كيس المحلول وبيشرب منه الجنود المصابة علشان معهمش مية وبيلاقي الجندي اللي صدره متضمر خلاص بيطلع في الروح فالجندي بدأ يطلب من تيوك انه هو يبعت لزوجته الوصية بتاعته لكن واحد من الجنود المصابين بيكون عنده امل انهم هيخرجوا من المكان ده وقال للجنود ان الطيارة اكيد هتجلنا وهتنقذنا بس الجنود خلاص بيكون فقط دي الامل بعدها الدكتور تيوج بيشوف الطيارة جاية من بعيد فبيعرف الجنود كلهم وكلهم بيفرحوا جدا ان الطيارة وسطلهم والطيارة بتقرب منهم وبينزل جندي الانقاذ وبيبدأ ينقل الجنود المصابة وبياخد ستوب يطلعوا للطيارة وبيرجع ينقل فباقية الجنود المصابة بعدها الطيارة بتوصل بالجنود المصابة فوق الجبل وبينقلوهم بالعربيات والجنود بيكونوا لسه عايشين وبياخدوهم لطيارة تانية علشان تنقلهم للمستشفى والطيارة الاولى بترجع تنقل بقية الجنود المصابين وكمان بينقلوا الجنود اللي كانت موجودة في حقل الالغام وبينجحوا ان هم يفضلوا عايشين لحد لما الطيارة وسطلهم وبيخلص في المنع على كده